موتي كارلو الدولية كافي شو حنان عبدالله كافي شو حنان عبدالله وصلت الفكرة تماما دوني شكرا على هذه الأخراج الجميل وسنتوقف في هذا النهار مع دكتور خالد فرع مستشار بلدية بيزو للحديث عن الحفاظ على البيئة وحماية الكوكب حنان كوكب الأرض من انبعسات الحرارية ومن التلف ومن الدمار وكأن هناك بعض البلدان أو بعض الدول أو بعض الهيئات يعني تتعمد العبث بهذا الكوكب الجميل وكأنهم دائما يصروا على إلحاغ الضرر بالآخرين نعم دكتور خالد فرع هو أيضا باحث وأستاذ جامعي في التاريخ وعلم الآثار سيأخذنا إذن إلى تفاصيل هذه المبادرة من بين مبادرات عديد أكيد شهدناها ونتابعها خصوصا في العالم العربي فما يهمنا أن نحس بأن هناك تطور وتغير أيضا على مستوى الدول العربية حتى لا نكثر الكلام دكتور خالد صباح النور صباح الخير أختي صباح الخير أخي عاطف أولا قبل كل شيء أشكركم شكرا جزيلا كنشكر الإدعاء ديالكم لأن هذه المرة الثانية التي تعرضوا لنا وكبيلنا من الاستاذافة ديالكم لنا اهتمام ديالكم بقضايا المناخ أولا وبقضايا الشباب لأن تمثيل ديالي الآن أمامكم هو تمثيل لمجموعة من الشباب العربي المغربي هو اللي عنده جيد كيحمل جنسية فرنسية اللي قام بواحد العام الجبار اللي هو اهتمام بالبيئة لأننا كنشوف بنا اليوم مجموعة إلا واحد فيه أقاليل من شيوق إن صح التعبير اللي هم اللي كيحضروا لهذه الجلسات ديال مؤتمرات المناخ في حين كن واحد تهميش ككل الطاقة الشابة وكان عفوا بأن الشباب هو المستقبل لهذا عفوا لهذا لما اتصلوا به هؤلاء الشباب من الضوحي الباريزية اللي هم فرنسي المؤسس المغربي في أول مرة طرحوا عني الفكرة شبت بأننا فكرة إيجابية البيئة إيجابية الإنسانية ورحبت بهم وفرحت وقلت لهم في الأول لحظة بأننا إنسان بسيط ما عنديش إمكانية مادية اللي تقدر تساعدكم باش تمشوا بعيد بضي مشروع ديالكم لأننا جاءوا مشروع اللي هو جديد واللي كيهمل بأوهم الإنسانية وبإمكانيتهم البسيطة وبإمكانية البسيطة الحمد لله تحدينا مجموعة من الصعاب لأن ما كانش المشروع سهل لأنك ما قلت لكم في أول كين أبواب اللي عمارة ما تفتح كين أبواب اللي عمارة ما تفتح والتخلق كين أبواب اللي عمارة ما تفتح ديالهم القوية أصروا على المشاركة أولا بشكل بسيط في فلاكوب 21 اللي دازب باريس بفرنسا وهذه هي اللي أعطتهم الفكرة لأننا بتواجدهم مني كانوا متواجدين في فرنسا فكرة عن دافع هي أولا لنجات الفكرة طيب هذه الفكرة هي أعطتهم الدافع من بعد طيب لأنك بدوك تسألوك يسولون الناس في دواحي الباريزية أشن رأيكم في لاكوب 21 أشك تعرفوا لقيمة المناخ في باريس الناس ولا ديرا إلى هنا صحيح كيقول لهم هناك انكداد في الطرقات مشاكل في السير إلى غير ذلك والحافز الكبير والأول نسمعوا بأن قيمة المناخ 22 ستكون في المغرب إذن الروح الوطنية والروح العربية دفعتهم باش يعبلوا مجهود كبير باش يشاركوا في هذه القمة في الأول في 21 ما كانش عندهم شعلان ما كانش عندهم فكرة ومجموعة من الإخوان كانوا كيفكروه ونقول لك عندهم شقة في المحمدية بالمغرب في وصل الصيف باركين جوش الإخوان من المؤسسين ديال مي باي معهد مي باي خاصنا نشاركو لكن باش غنشاركو مشو على رجلين خاصنا شير رمز ويطح لهم مشو على الأولمبيا قل لي علش ما نخلق شو على الأولمبيا كتمر من بلد البلد من مدينة مدينة كيزوها شخصيات اللي كتكون رمز ديال هاد الألعاب حتى احنا بغنا نخلقوا هاد الكوب اللي هي غادت تمتد على سنوات وسنة في 2030 مشروع ديالها نخلقوا واحد الرمز اللي كيشبه الشعلة الأولمبيا عيقال لي الشعلة الأولمبيا كيشبه بالغاز يعني إنها ملويتة حنا نخلقوا واحد شعلة اللي هي ناقية نعم دنقوا فكروا فلول في شعلة ناقية وصبحات شعلة ناقية وذكية لأن شعلة تسير بالنور بالضوء محتجاش الطاقات اللي كتلوت بغاز أو بيترول أو غير ذلك بأكتر من هذا أنها الذكية ذكية أنها تتكلم أي سؤال متعلق بالموناخ طرحي عليها كتجاوبك عليها وحتى المواد اللي مكونة بها هي مواد مستعملة نعم يعني دي بقودوغو سيكلي نعم واللي جميل في الأمر بأنه في الأول كانوا فيها شباب من الضواحي الباريزية والحمد لله الآن ضموا لها شباب من العالم والأخص مهندسين مغاربة اللي عملوا واحد دور كبير وكانوا يجلهم الشكر من نايا هم شباب من الضار بيضاء من وجداء إلى غير ذلك اللي عملوا على تطوير كل ما هو إلكتروني في داخل هذه الشعلة أخص الحديث معها والإيجابة نجت الفكرة يعني يعني عبارة عن اختراع شخصي لهذا الشباب اختراع شخصي مئة في المئة من طرف الشباب لأن هذي الشباب عندهم تخصوصات متعددة أنا رغم أنني كنكون أنا والشيخ في هذه المجموعة من البداية رغم أن في الأول كانت أنا الهم ديالي الواحد وصلتهم وكما قلت المجموعة من السخصيات منهم الرئيس الفرنسي ولوند في تلك الفترة أو الأميرة أو مجموعة من الوزارة اللي كان عندنا اتصال بهم وزارونا في المعارض هناك بأنني أنا جب لكم مجموعة من الشباب في طابق من ذهب أنا المهمة ديالي انتهت في مراكش دابع أنتم من قتلكم تستفيد من شباب لدينا عندهم تخصوصات متعددة طيب أنا كان هذروا على هجرة العقول العربية عندنا الحمد لله الشباب عندهم طاقات في جميع المجالات وانت غمت بهجرة معاكسة بهؤلاء الشباب معاكسة من أجل المشكلة اللي كيهم الإنسانية اللي هو خطر البيئة وخطر اللي كيهدد الأرض وبأكثر ذلك بأننا عندنا شباب في الغربة في بلاد الغربة وبالأخص في فرنسا اللي هو متكون وعنده مؤهلات واللي عنده حب للبلد دياله الأصل عنده الرغبة يعمل في المغرب في المغرب وفي فرنسا هو الهدف دياله لأنه بعد أن ندروف هذه النقطة بغد جيد طيب قبل أن نروح من هذه النقطة بصراحة كيف تم استقبال هؤلاء الشباب وهل منهم من جلس في المغرب أم عاد الشباب في الأول كمجموعة من شباب تعرف الشباب كيكون ديما متحمس مسؤولين ما كمش عندهم واحد تحمس لهذا الشباب نعمر ممكن لقى واحد شباب لعنده واحد تقا أو عنده واحد الروح وطنية فرنسية أو مغربية باشي يقوم بواحد المشروع الأبواب كانت مغلاقة طيب بعد منهم لينسحب ولكن كي الناس اللي عندهم نفس طاوير صبروا الحمد لله وهما وصلوا كان استقبالة حفاوية يعني طرقنا جميع الأبواب لو قلت لك من الوصل نحترى البابا جميع المؤسسات المغربية بابا المغرب وم بابا الفاتيكان بابا الفاتيكان يعني راسلنا راسلنا في هذه الفترة سيكون غويل راسلنا مجموعة من المؤسسات الحكومية والغير الحكومية في المغرب وزارة الخارجية وزارة الهجرة وزارة المهاجرين أو المغرب كما نقول المينيسة وزارة المغرب القاتنية بالخارج أو الحسن الثاني المغرب القاتنية بالخارج أو السيسامه مزلس الهجرة إلى غير ذلك جميع المؤسسات تصنب ومشاركات كل جاء أجاب كل ما أجاب نحن بينا لو أننا نقوله في الأول نقول الشباب ما كنش واحد يقع نعطوه في الشباب هذه اللي خيبة في السحر طيب هنا الإشكال المشكلة هي أنه ما الذي يحتاجه شباب اليوم المؤهل المكون لعنده قدرات بين قوسين خارقة أنه يساعد ويدخل في إطار هذه المبادرات ما الذي يحتاجه ليثق فيه مثلا مسؤول كبير أو شيخ كما قلت لأنه أنت شيخ تساعد هؤلاء الشباب باش المشروع ما نقاوش نكذبه على رسنا أو نفق بعضنا البعض المشروع هو مادي وكنشوفه بأن ملاير ديال الدولارات أو الأورو كتخسر الخوال خاوي في العالم ليس في فرنسا أو في المغرب في أمريكا ولا غير ذلك ولكن باش نستمره احنا كما كنقول الشعلع يا رمز والرمز الحقيقي عندنا هو هذك الشباب نستمرت في هذك الشباب اللي كيتم بواحد الموضوع اللي هو البيئة اللي هو الغد ولي هو اللي غيأخذ المشعل أنا غدى ولا غدى غدى غني بحالاتي عند الله من كيبقوا هما عندهم واحد استمرارية طول مني نتمنوا اليوم طول نعم طيب سؤال دكتور خالد فقط بخصوص قيمة المناخ 22 التي عقدت في مراكش أنا ذاك أحسسنا وكأنه يعني بعد هذه القمة لا شي وهذا كيكون دي ما كنقوله في أي فرح بدايات ولا فا حتى في الفرح نقوله بحل لديناه عرس نيقل عرس كيكون عندنا الفرح الناس كتغني الناس كتشطح يعني بلد كثير العرس كلي كيمشي لحل سبيله هذا كان عبارة عن عرس أو فرح المغرب قطع واحد الأشواط هذه لنا بنسبة اللي كان عارفو بنا عندنا مشروع نور مشروع نور واحد جيوش 3-4 فوارزازات اللي كيخدم بالطاقة الشمسية عندنا المغرب حاول يتطور مجموعة من مجموعة من الوسائل اللي كتستغل الطاقة الطبيعية من الرياح من الشمس إلى غير ذلك هذا مزيان من باقي مازال محتاجين لزام فرستركتور حتى مثلا لو ندروا سيارات كهربائية محتاجين الوسائل اللي باشن الشحن دي لهذه السيارات بقى ما كناش عن دم في المور بقى قليلة تقريبا أو شي بمون عديمة والمشكلة حتى هنا في أوروبا عندك سيارة خصك تقلب على واحد المكان معين في انت تشحنها بالكهرباء طيب يعني نتحدث الآن عن قمة المناخ بشكل عام وحماس هؤلاء الشباب وأنت متفائل بحركة الشباب أن تكون هناك توعية بالبيئة أو بمثل هذه القضايا يوم الأرض والحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض من الانبعاثات الحرارية لكن على المستوى السياسي دائما هناك احتراضات هناك تحطيل لهذا المشروع الكبير وظهر حتى هناك صراع الآن بين رؤساء الدول استراتيجيات كبرى تقود العالم هي تحترض على مثل هذه المشاريع هذا يعني بالضرورة تكفيف منابع توميل الجمعيات الصغيرة التي تنشط في هذا المجال معك ألف حق وما مشوش بعيد وزير الفرنسي استقل منذ بزعة أيام لماذا استقل هذا الوزير لأنك يشوف أنه من المستحيل عليه أن يستمر في هذا المهمة أو في هذا المنصب وهناك عراقل وهناك عقابات أما على الصعيد الدولي كتعرفوا أن اللوبييات ديال الصناعة عندها دور كبير نقول مثلا في أي لوبة كما كان حتى في السجائل نحن نعرف مثلا السجائل كالضرب لإنسان واللوبة قويل ديال السجائل في أمريكا أمريكا كما نوصل ترامب نفقع المعهدات الاتفاقية الدولية من أجل المناخ إلى غير ذلك هناك تبينك بأن الإنسان متحجر فكريا وما بغيش يمشي بالبيئة لقدام وعندما كما قلت لكم هذه كما قولها في كل المناسبات لأن الخطر ديال المناخ بدأ من 1992 أول قيمة ريو ديجانيرو في البريزيل طيب سنعود لهذه النقطة وننطلق من هنا سنتوقف مع فاصل ونعود لدكتور خالد فرع في الأستوديو لمرّة وحدّة ولدناي عم بتخوني الأمان أنا متلك عندي وجين حتشوفي وش التاني حتشوفي شو صعب الجرح ويا لي أصعب نسيانه حتى لم يسكت شرح يوعى واحد ما كانوا دوقي مرّة الخياني ونظر ميلان والسواني حسّي شو يعني تكوني بحياتي الرقم التاني عم بتخوني مرّة الخياني ونظر ميلان والسواني حسّي شو يعني تكوني بحياتي الرقم التاني المترجم للقناة حتحز بعذاب القلب لما ينزف شريانه وتتقطع أوطار الحب يخلص عندك حناله حتحز بعذاب القلب لما ينزف شريانه وتتقطع أوطار الحب يخلص عندك حناله وتتقطع أوطار الحب يخلص عندك حناله ونصل ميلان والسواني حسي شوية عم تكوني حياة الرغم التال دوقي مره الخياني ونصل ميلان والسواني حسي شوية عم تكوني حياة الرغم التال دوقي مره الخياني ونصل ميلان والسواني حسي شوية عم تكوني حياة الرغم التال الحديث عن قمة المناخ وعن يوم الأرض والحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض ودائما نتحدث عن الأطاقة النظيفة والبيئة النظيفة وكل من يتحدث عن هذا الموضوع تجعر بالارتياح تياهه كل من يهتم بكوكب الأرض ومعنا دكتور خالد فرع سعدا بك مرة أخرى بارك الله بك أخي لطي سعدا أيضا أن يكون هناك أشخاص يشجعون الشباب عندما نتحدث ربما عن هؤلاء الشباب قبل لحظة تذكرنا هذا المشروع وحتى تتوضح الصورة بخصوص الشعلة الأولمبية دني سوف يصوب الكاميرا نحو هذه الشعلة حتى ربما يرى المشاهد والمستمع هذه المبادرة الجميلة من طرف هؤلاء الشباب بهذه الشعلة دكتور خالد فرع ذكر بأنك ضيف مساحة حرة اليوم عندها أهداف يعني حددتهم أهداف من خلال هذه المبادرة إذا أمكن أن تأخذنا إلى تفاصيل هذه القافلة شكرا أخصي دونك الشعلة كما أسبق لي قلت هي الهدف دي لو تنوير البشرية من أجل الخطر اللي كانت عنه من الأرض اليوم عندها كان في الأول هو مشاركة من بعد بدأت كاتت بيوم بعد يوم بدأوا الشباب كيقولوا دي مشيعي المشاركة فقط بأن احتفت تنقل دي لها من بلد البلد كان كنوا معزومين من طرف رؤساء الجهات أو الجهات جهات مراكش، جهات طانجا، جهات رباسلا جهات برسلون إلى غير ذلك من الجهات أو جونيف عزمنا موديل عام الهيئة الممتحدة في جونيف في بون وفي بلجيكا إلى غير بلوكسل دونك هو الهدف ما يمتون في تنقل دي لها كتحاول تعطيه واحد من نظرة للناس أو الساكن اللي كيجيوا يستفروا على هاد الشعلة ولا هاد السيارة الكارابية اللي كانت معنا وكان بنينهم ها الرمز لها شعلة هو تنوير البشرية من خطر دي البيئة والناس كي بدأوا يشتشعروا اللي كي يقول لك ودياش كي الناس اللي ما سيقيش الخبار ما عارفينش الشريف العالم ما عارفين بأن هناك ارتفاع الحرارة بأن القطب الشمالي الجنوبي كتضيع منه كيمية هائلة يوميا من الجالي دي لغير ذلك بأن مجموعة من الجوزول اللي غات تختافيه غدا مجموعة من المانتق ساحية تختافيه إذن هناك توشي واحد اللي كان نلمسه واحد الشيء اللي هو حساس عن الناس اللي ما كانوا يشتشعرين به هناك بدأوا كي تسمتوا كي تسالح حسنا كنقول لي مثلا حسنا فكش ترميز الزبالة خاصة كتحول المسائل اللي هي طبيعية لحافز الزبالة الطبيعية بالفرز أو الأشياء اللي كان رميه وراحتيها مساهمة من الدفاع للبيئة أو من الحفاظ عليها دونك الحمد لله شابه بوصلوب هذة الفكرة وبين قوسين لأن هذا العمل دي لهم كان توقيع في السنة الماضية مع الاتحاد من أجل متوسيطي ولما هذا المنبر كنذكر الكاتب العام دياله السيد سيجي الماسي اللي تقب الشباب الناس اللي تقب الشباب وعطوهم واحدة الأهمية كبيرة لأنه عرض عليهم وعرضوا المشروع ديالهم لأنه هذا الاتحاد من أجل متوسيطي في 28 دولة من الاتحاد الأوروبي و15 دولة من جنوب البحر من الاتحاد الأوروبي يعني كانوا يكبر كم الهائل دياله الدول اللي غادي يستفدوا من هذة الشباب ومن تقنية ديالهم التكنولوجيا اللي عندهم طيب خالد فرح كنا نتحدث قبل أن نأتي للأستوديو عن سعر هذه السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة وأنت ذكرت رقم خرافي يعني لهذه السيارات وكأنك تشتري سيارة حرصا على الطاقة وحرصا على البيئة ولكن خطر على الصحة النفسية بالنسبة لك من خلال هذا المبلغ الضغمي عن 160 يورو السيارة هي غريت تأمل لأنه كما أسبق لي قلت لكم بأنه نحن مشينا للشركات الفرنسية كفرنسيين متواجدين فرنسا وكنحبوا بلادنا فرنسا وكنحبوا بلدنا العربية إلى غير ذلك فكل أبواد صدت في وجوهنا شركة رونو أو شركة بيجو نذكر الأسماع ديالهم اللي طلبوا منها قلت أنتم غادين للمغرب إذن تصلوا بشركة رونو في المغرب ليس هناك من إيجابة طيب كالهدف ديالنا مشينا للشركة أمريكية ما احنا مشي الشركة لقينا شركة كتأجر هذه السيارات طيب وخلصنا بعض السيارات بما أننا الخاص بشركنا في لقوب لكي تشارك في الغافلة ولا في الغافلة طيب كتأجرنا سيارتين وشركة أعطتنا تدات السيارات طيب وفي السنة المادية كانت 17 سيارة مع 55 مشارك بينهم 12 طفل والطفل تتروح عمرهم من 6 سنوات إلى 12 سنة جميل نعم ولكن استكمالاً الكلام عاطف يعني عندما نتحدث عن هذه الأثمنة الباهضة يعني إذا أردت أن تشجع الشعوب أو الأشخاص على الحفاظ على البيئة يجب أن تسهل أيضاً أو تكون هناك أثمنة مناسبة يعني الشراء سيارة سيارة مثلاً تحافظ على البيئة أو صديقة للبيئة أنا متفق معكم لأن هذه السيارات معمولة لوحد الناس اللي عندهم واحد دخل محدد كين شركات دولية معروفة اللي كتدير سيارات بأرخص من هات ثمن من هات الشركات مبغيش تدخل معنا في اللعبة طلبنا منهم بأننا نعمل لهم إشهار من هاتين نأخذوا سيارة ديالهم ونشاركوا بهم في لكوب 21 أو 22 أو 20 أو 20 بعد وشنة قيمة المناخ 21 أو 22 أو 23 أراد تكون إشهار لهم وكتشهر حتى الأثمنة ديالهم من هم رفضوا رفضاً كلين وكان رجع لهذه بأننا عدم تقاب الشباب أولاً وعدم تقاب الشباب من أصول عربية أو مغربية أو مغربية هذا كتطحنا في فرنسا وكانت تهز الفرزة بتواجديني معكم بأن جميع الهيئات في فرنسا وقدر رجع معكم أكثر من هذا الشيء نتمنى أن يكون الوقت الكافي لنتحدث عن كل هذا نحن نطرقنا جميع الأبواب كما قلت لكم وصلنا حتى البابا الفاتيكان يعني مشينا لواحد المستوى عليه خلينا الليجانس السياسية والحكومية والمؤسسات الغير الحكومية ما كانش حتى شيء مساعدات مادية لأن المساعدات مادية لتخلي هاتي الشباب يطوروا المشروع ديالهم لأن حتى الهدف مش هو الهدف على طور والمشاركة بل هم الآن مساعدة جميع الشباب حول الحبر المتوسط وفي إفريقيا من أجل تمويلهم بالقيام بمشاريع كان بعض المشروع اللي في إفريقيا يطلب ألف أورو مبلغ لا يذكر بالنسبة لأننا في فرنسان نقول لها شيء بالنسبة لإفريقيا شيء كثير عندنا مجموعة من المسؤولين منهم أخ معنا في المؤسسة اللي مشى ودار عنده شركتين شركة مغربية وشركة فرنسية الطاقة الألوح الشمسية ومشا عملها لواحد الشاب في إفريقيا كيعمل تربية الدجاج طيب ونجحة التجربة باش يجعون هاد الناس وفهد شباب معنا مشا بغاو يجمعو يعملوا واحد صندوق نعم بحل أغفان أغفان هي مؤسسة دولية اللي رئيس دي هو أشوزنقر من اسم دي أشوزنقر كيجي ملايين دولار طبعا هاد الناس عطرفوا بالشباب وعرضوا عندنا في بون من يبركنا معاهم حتى من بنك إسلامي كي يمولهم ونحن بنك إسلامي يعطينا حتى أين سنتين نعم طيب سؤال تقني فقط دكتور خالد فرع الموضوع موضوع بيزنس وفلوس نتحدث عن هذا اللوبي يعني تحدثنا عن اللوبي أو البيزنس بشكل عام الذي يهمه الربح المالي فقط هل يستطيع أو تستطيع هذه المبادرات تغلب على هذا النوع من اللوبيات أو نتحدث عن اللوبي موازي واحد يريد الحفاظ على البيئة وفي نفس الوقت قوي لأنه حتى الطاقة وما إلى ذلك يعني مستقبلا قد تشكل اللوبيات قوية يعني الأشياء الظاهر حنان وسأترك خالد طبعا نجيب على هذا السؤال ولكن الظاهر الآن اللوبي تدمير الأرض هو أقوى من اللوبي الذي يحرم حفاظ على المنافع على الأرض هو كما كان لاحظوا اللوبي الاقتصادي في حد ذاته هو الأقوى صحيح ما كانت تهموش البيئة أو الأرض نغاديك يهموا الربح السريع أولا ولكن كما قلت بحل هذه المشاريع ديالهات الشباب بحل مؤسسة مي باي خس يكون وراها دول وحكومات لون ما كانش وراها حكومات اللي غادت دعموا وتحاولوا تدفع بيها لقدام ما غير مشيش بعيد الرماكي مكتب الإمكانية البسيطة ديال الشباب ووصلنا حطمنا مجموعة من الحواجز ووصلنا للمجموعة من مؤسسات والدليل هو أن ننطلق من أجل مقيمة الموناك 24 في بولونيا اللي غادت نطلق من مدينة أو من موناكو بدعوة من الأمير الموناكو اللي كانوا يجري الشكر من هذا المنبر طيب لماذا لا تختاروا نجمة من العالم العربي أو نجمة وفنانة وفنانة يلتف حول الشباب يؤمنوا بهذا المشروع يرأيك أستاذ قلتك في سنة الماضية الباب ديال المؤسسة مفتوح للجامعة نعم نحن لو نقفل الباب مفتوح للجامعة أي واحد بغي يجيساهم بقليل أو بسط مرحبا به يعني مثلا حنال عبدالله مشهورة في العالم مشهورة حتى لو لم تكن مشهور حتى بدون حتى نقوله بدرجة المغربية العودة اللي كتحقره يعملك عينك نحن ما كنا نستهنوا بتشي واحد ذلك البسيط اللي يجي يعطيناها وقفة أو ابتسامة أو يهدر عن الموضوع ديالك أو يحسس الأطفال الصغار بمحشة محبابي مهم جدا التحسيس يا عاطف شكرا نعم وسعيدنا بخالد فرعي معنا داخل السيديو وسنتابع معك هذا الموضوع بطبيعة الحال وأتمنى أو نتمنى أن نكون جميعنا يعني مساهمين في الحفاظ على البيئة نتمنى التوفيق للشعلة الأولمبية التي تحمل اسم لايت آس ونحن بدورنا نودع ونشكر مجددا دكتور خالد فرع على هذا الحضور الجميل معنا هذا الصباح بارك الله فيكم شكرا بارك الله فيكم ونحن أيضا نودع حلان إلى الغد إلى الغد شكرا لدني لروان ولكل الأصدقاء باي باي